اشتركوا في القناة في الحقول الجنوبية تزداد كمية الغاز المصاحب للنفط ولكن هل يتمكن العراق من معالجة هذا الغاز واستثماره؟ سؤال لا تصعب الإجابة عليها هنا يكمو التحدي هل يتمكن العراق من معالجة هذا الغاز وعدم حرقه والاستفادة منه والاستثمار ليس فقط في توليد الطاقة الكهربائية وإنما أيضا في تطوير الصناعة الغازية لماذا لا ندعو اليوم إلى تأسيس شركة النفط الوطنية وشركة الغاز الوطنية لتتولى مهام تطوير واستثمار الغاز عملية استثمار الغاز المصاحب في العراق تحتاج إلى محطات ومعامل للتكثيف والتنقية من مادة الكبريت لاستخدامها بشكل مناسب ليعطي طاقة أكثر من الوقود التقليدي كالنفط والغاز وبالتالي فإن النجاح العراق في الاستفادة من الغاز المصاحب سيحقق ثروة وطنية مضافة إلى الثروة النفطية لكن المشكلة هي غياب البنية التحتية لهذه الصناعة الحيوية الغاز اللي يستخرج لا يصلح رأسا للقضايا الصناعية وتشغيل المحطات يجب أن تكون هناك محطات ومعامل لتكثيف الغاز وتنقيته من مادة الكبريت لغرض استخدامه بشكل جيد يعني أتوا بمحطات كهرباء من قبل خمس ست سنوات تعمل على الغاز ولا توجد منظومة لتنقيت الغاز وتكثيفه ولنقله الغاز المصاحب ثروة وطنية تبدو إلى حد الآن مهدورة لكن المستقبل القريب يجب أن يكون كفيلا باستثمار هذه الثروة وبالتالي سيتغير واقع إنتاج الطاقة وتنتهي مشكلة الكهرباء لكن ذلك لا يتحقق ألا بعمل استثنائي وتخطيط سليم من بغداد نور الأسدي المدى